اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر الفرس الجمرية في السباق مشيرا سموه إلى أن هذا الفوز دافع لمزيد من حصد الإنجازات المشرفة في المشاركات الخارجية مبينا سموه أن الحصول على المركز الأول سيعطينا الدافع الكبير لمواصلة حصد الإنجازات لأسيما أن هذه المشاركة تعتبر ناجحة بكل المقاييس بعد الحصول على المركز الأول على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها السباق في ظل تواجد نخبة من الأفرس المتميزة من مختلف دول العالم كما أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها المدرب سايمون كريسفورد وحرصه على إعداد الفرس بأفضل صورة للسباق وجهوده المتميزة طوال الفترة السابقة كما أشهد سموه بالفارس أندرا أتريني وقيادته الناجحة للفرس والحصول على المركز الأول وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جزيل الشكر والتقدير لكافة الطاقم المشرف على الفرس وحرصهم على إعداد الفرس الجمرية بأفضل صورة من أجل الفوز بالمركز الأول متمنيا سموه للفرس الجمرية التوفيق في المشاركات القادمة وتمكنت الفرس الجمرية من الحصول على المركز الأول على الرغم من أنها المشاركة الأولى لها في الموسم متفوقة على نخبة من الأفرس من مختلف دول العالم حيث كانت القيادة الجيدة للفارس أندرا أتريني أحد عوامل الفوز بالمركز الأول ترجمة نانسي قنقر